أحببت فتاة تدرس معي في الجامعة واتفقنا على الزواج على سنة الله ورسوله لأننا لا نريد حراما عرضت الأمر على أبوي رفضاه لأنني غير جاهز ماديا بعد جهد رضياء التعرف عليها وعلى أهلها لما ذهبا عادا برفض أكبر لفوارق بين عائلتين على ما يقولون لما ألححت عليهم بأنني سأعقد عليها دعواني إلى الذهاب وحدي وأخبراني بأنهما سيغضبان علي إن تم هذا العقد أرجو أن ترشدوني إلى العمل الصحيح أتزوج به من أحببت وأرضي به أبوي نقول لصاحب المسألة وأمثاله لقد أخطأت فيما مضى في تواصلك مع هذه الفتاة فلزمتك التوبة وترك ذلك ثم عد إلى والديك فأقنعهما فيما ترى أو ليقنعك وأرى إن كانت الفتاة محققة كثيرا من معايير الزواج فستستطيع إقناعهما وتتزوجا لكن إن لم تملك هذه الفتاة سيقنعك ويمكن الاستعانة بجدك أو عمك أو خالك أو بوجيه في معاونتك في إقناعهما إن كانت الفتاة مناسبة وأقول لوالدي هذا الشاب أمثاله ساعد ولدك في زواجه إن كانت الفتاة مقبولة ولو لم تكن كما تأمل له فإنه لم يرى للمتحابين مثل التزوج والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر